هل سمعت ببيت شعر للثعالب الذي يقول فيه إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه ما حل عسر بها أو ذاق متسع إلا ويسر من الله يتلوه هذا البيت في متح الجزائر يعود لما قبل الحكم العثماني وقبل سقوط الأندلس يعني بيت شعر أقدم من الجمهورية الفرنسية ربما يقول أحد المكرونيين هذا البيت يقصد بالجزائر المدينة وليست الجزائر دولة وأنا سوف أترك لكم في التعليقات مقطع تأريخي وموثق يثبت لك بأنها دولة الجزائر وسأترك لكم المقطع لأنه مجهود لشخص غيري وأنا لا أريد أن أخذ مجهود غيري أردت أن أتكلم عن الجزائر لأن البعض أقنعك بأن الشعب الجزائري الذي حارب فرنسا النووية وحرر مساحة قاراه وشعب فرنسي وأن الدولة التي لا يربطها أنبوب غاز مع فرنسا هي دولة فرنسا تأخذ غازها والدولة التي تتعامل مع المعسكر الشرقي لعدو الأول لفرنسا والناطو هي دولة موالية لفرنسا كيف يجتمع هذا في عقل واحد أنا لا أعلم المهم يكررون الكذبة حتى تتقرر عند الناس وهي الدولة التي أنشيدها الوطنية كلها حقد وتهديد وكره ودماء لكل ما يخص فرنسا وأيضا هي الدولة لكل زعماء خطاباتهم حاقدة ضد فرنسا التي لا تستطيع أن تعيها الماكروني أن تقول ربعها لشرط فرنسا فرنسا لقيت ثلاث سنوات مقاومة حتى دخلت فقط للعاصمة لكنهم أقنعوك بأن دخول فرنسا كان مجرد تسليم استغرقت دخول فرنسا للجزائر بالكلية 1927 لأن الشعب قاوم مقاومات ملحمية من الأمير عبدالقادر لمقاومة أحمد باي لمقاومة الزحادشة لأولاد سيد الشيخ للمقراني والحداد لمقاومة فاطمان سومر إلى الشيخ بعمامة إلى آخر مقاومة في صحراء الجزائر وهي مقاومة الطوارق طبعا استمر الجهاد بالسيف والخير والبندقية والحجر والقلم حتى قامت دعوة الإمام عبدالحميد بن باديس الدعوة السلفية النقية وزملاء طيب العقبي والبشير إبراهيمي ورحمه الله الجميع سفروا وتعلموا ودرسوا وعادوا لبلدانهم لتعليم الناس الدين والعربية رجال همهم من جهاد ونصرة الإسلام ولغة القرآن طيب العقبي استغرق ثلاث سنوات فقط لكي يشتري طابعة خاصة به لينشر مقالاته لم يقعده إلا المرض والموت رحمه الله شعب حافظ على دينه وأرضه على هويته ولغته ضد حرب طمس الهوية وأشياء لا يمكن أن تتخيلها أنت مجرد خيال هكذا لا يمكن أن تتخيلها عندما يقول لك الجزائري أنه مع فلسطين فهو لا يقول هكذا من فراغ بل هذه طينته وهؤلاء أجداده والجينات المكتسبة تصبح وراثية يا ساحب فمثل إيدي كوهين عندما يقول لجزائري أن كلامكم مجرد شعارات فهذا هو الجزائري يا كوهين فلو اليهود لهم حرب مواجهة في تاريخهم دلنا عليها إن شاء الله تكونوا حاربت جيش نعام المهم أي حرب مواجهة أي حرب مواجهة قمتم بها دلونا عليها أو يقول جزائر لا يعرفها أحد هو عدد متابعي أم وليد أكثر من عدد اليهود في العالم ومدام الجزائريون مجرد كلام فكلامك فيهم أيضا مجرد كلام إذا أردت التطاول فلا تعير الناس بفضائلهم التي لا تملكها أنت فلا يكون الاستعمار دخل عندك وتسطح ونام وركض ولعب وخرج ولا أحد قوامه ولا أحد رفع حتى حاجب في وجهه أو تنحنح أمامه وتتكلم عن أعظم ملاحم الجهاد في تاريخ البشر تحية الجزائر